موسيقى السلام عليكم ورحمة الله كان لي في شبابي صديق أرافقه وقتا طويلا فيرى مني وأرى منه وكان كثيرا ما يستغرب يراني إذا تعاملت مع الناس إذا اشتريت بعض المشتريات إذا أخذت أو أعطيت يرى أنني أترك بعض ما لي من حقوق ولا أطالب بها فمع الوقت كأنه أحس أو كون فكرة عني أنني ضعيف في علاقاتي أو في تعاملي مع الناس قالي في يوم من الأيام والله أنا أعتب عليك أنا أعتب عليك لأنك ضعيف قلت لماذا؟ لماذا أنا ضعيف؟ قال لأنك لا تدافع عن حقوقك لأنك تضحي بتلك الحقوق كثيرا ما أراك تشتري مثلا سلعتان ويعني لا تكون الصفقة منصفة وتستطيع أن تجادل وأن تأخذ حقك كاملا وأن تستوفي كل ما لك على البائع لكنك يعني تترك وتمضي وتمشي قلت أنت تسمي هذا ضعفا قال نعم قلت لا هذا ليس من الضعف هذا من الخوف قال سبحان الله إذن أنت تخاف من الناس قلت لا أنا أخاف نعم لكن لا أخاف من الناس إنما أخاف من رب الناس أنا أخاف من الله قال كيف أنت تتعامل مع الناس قلت نعم أنا أتعامل مع الناس لكنني لو أنني تجاوزت حقي وأخذت ما ليس لي بحق من الناس فسوف يحاسبني ربي عليه لأنه سوف يكون نوعا من العدوان نوعا من الاعتداء نوعا من الظلم نوعا من الظلم غير المباشر ظلما لم أقصده لكنه وقع مني لأنني استهنت أو لأنني لم أكن حذرا بالدرجة الكافية قلت لعلك قرأت قصة شيكسبير الشهيرة تاجر البندقية أما قرأتها قال نعم أذكر هذه القصة قلت في هذه القصة لعلك تذكر العقدة التي بنيت عليها أو المسرحية مسرحية شيكسبير العقدة التي بنيت عليها المسرحية هي القرض الذي اقترضه ذلك الرجل الفقير من المرابي اليهودي الرجل كان اسمه أنطونيا والمرابي شيلوك هذه قصة مشهورة أكثرنا قرأها في المدرسة لأنها من أشهر أو من أهم المواد الأدبية في الأدب الإنجليزي وكل من قرأ في المدرسة أو درس اللغة الإنجليزية لا بد أن يكون قد قرأ نماذج من الأدب الإنجليزي وغالبا يختار المدرسون هذه المسرحية لأنها تمثل الأدب الإنجليزي القديم أفضل تمثيل فلعل أكثركم قرأ أو اطلاع أو سمع بهذه المسرحية في هذه المسرحية الرجل الفقير يقترض من المرابي اليهودي يقترض قرضا من المال بشرط عجيب شرط لم يسمع به لا قبل هذه المسرحية ولا بعدها يقول المرابي للرجل إذا عجزت عن وفاء الدين عن أن ترد القرض في وقته مع فوائده بطبيعة الحال مع الربى الذي يربو عليه إذا لم تستطع أن ترده كاملا فأنني أستوفي رطلا من لحمك من لحم بدنك مو من لحم يعني تذهب إلى القصاب إلى اللحام وتشتري كيلا كيلو جراما من لحم البقر أو الغنام لا قال أستوفي كيلا من لحمك هذا ما سمعناه قبل ذلك الرجل كان يبدو محتاجا أو مضطرا ولعله تفاءل وظن أنه يستطيع أن يفيى الدين في وقته أن يرد القرض في وقته فلم يتردد بالموافقة على ذلك الشرط العجيب جاء الوقت جاء وقت السداد الرجل ما عنده مال وهذا كثيرا ما يحصل لذلك الربا من الكبائر لأنه دوامة إذا دخل المرء فيها كاد أن لا يخرج كاد لا يخرج منها سليما إلا أن يعني يدفع ويغرم الغرم الكبير ويزداد المال ما يزاد يزداد نعم تعرفون فشكاه إلى القاضي وطالب بحقه في المحكمة القاضي أمامه الآن قضية يعني واضحة لا يستطيع هو يرى يعلم في نفسه أن هذا الشرط مجحف أنه شرط يعني يتضمن أو لا يمكن أن ينفذ إلا بطريقتين وحشيتين تأباها وترفضها الأنفوس السوية والفطر السليمة لكن لم يستطيع أن يجادل في حق الرجل المرابي في تنفيذ هذا الشرط قال هل تستطيع أن توفي الدين قال لا أستطيع قال إذن خذ حقك قال للرجل هذا السكين هذه سكين اذهب فاخذ حقك من الرجل هنا ظهر الاعتراض قيل لا قف ماذا تصنع لما حمل المرابي السكين وذهب ليأخذ حقه رطلا من لحم الرجل المدينة الغارم القاضي قال له أنت الآن تستطيع أن تأخذ رطلا لحم لكن إياك أن تسقط أو أن تهدر نقطة دم واحدة أنت لك فقط رطلا من اللحم قال لا أستطيع هذا تعجيز كيف أستطيع أن أخذ رطلا لحم ولا يسيل دمون وأنا أخططع هذا اللحم محال هذا محال قال إن لم تستطيع تفقد حقك في أخذ استفاء رطلي اللحم الرجل فكر هذا الرجل المرابي فكر هل يستطيع لا يستطيع لأنه لو أن السكين حزت بدن الرجل الغارم المدين فسوف يسيل الدم بأنهار لا بد أن يسيل الدم بكميات كبيرة فأسقط في يده وتنازل عن الدعوة هذه القصة على بساطتها تقدم لنا درسا عظيما من دروس الحياة لم يستطع ذلك الرجل رغم حرصه المرابي القبيح وكل مراب في الدنيا قبيح لم يستطيع أن يستوفي حقه إلا أن يأخذ معه ما ليس له بحق حقه لحم فقط لكن لا يستطيع أن يأخذ لحما بلا دم لا يستطيع فهذه القصة الرمزية تدلنا على أن كل واحد منا كل واحد في الناس إذا أراد أن يستوفي حقه كاملا فلا بد أن يأخذ معه جزءا من حق الآخرين لا بد أن يأخذ ما ليس له بحق هذه القاعدة هي التي أسست عليها فهمي لاستيفاء الحقوق من الناس وهي التي دفعتني ولا بد أن تدفع غيري من الناس لأن يضحوا بجزء من حقوقهم حتى لا يأخذوا ما ليس لهم بحق مما في أيدي الآخرين من أهم الدروس التي تعلمتها في الحياة أن الحقوق تتداخل أن المرأة لا يستطيع أن يأخذ حقه كاملا إلا إذا أخذ معه جزءا من حقوق الآخرين لا يستطيع أحد أن يستوفي رطل لحمه دون أن يريق ولو قطرات قليلة من دم الآخرين لذلك الذي يبتغي الدار الآخرة الذي يحرص على أن يلقى الله سليما خاليا من حقوق يطالب بها يوم الحساب فلا بد أن يكون من المتسامحين لا بد أن يكون امرأا سمحا من الذين يرحمهم الله في الناس رحم الله امرأا سمحا رحم الله امرأا سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى يعني إذا كان مطالبا أو مطالبا بحق فالتكن السماحة هي شعارة والتكن السماحة هي مبدأه الذي يتعامل به مع الآخرين رحم الله امرأا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى سمحا إذا تعامل مع الناس بأي شكل من أشكال المعاملات إذا بنيت علاقاتنا بالآخرين إذا بنيت تعاملنا مع الآخرين على السماحة فلا بد أن يسود الأمن أن يسود السلام أن تسود المحبة بين الناس أن ينشأ مجتمع بلا خصام بلا تنازع لأن التنازع يكون دائما على الحقوق المتداخلة لو أننا ذهبنا إلى محكمة من المحاكم ونظرنا في هذه القضايا الكثيرة الكثيرة التي يرفعها الناس بعضهم على بعض المشتري على البائع والبائع على المشتري المستأجر على المؤجر والمؤجر على المستأجر الوارث مع شركائه في الميراث الشريك مع شركائه في العمل التجاري هؤلاء جميعا يبحثون عن دقائق وتفاصيل الحق الذي لهم ويتشبثون به ولا يجدونه أو لا يستطيعون أن يحصلوا عليه كاملا إلا من خلال القضاء لأن العلاقات العادية العلاقات لأن النظر الآنية أو النظر الظاهر في هذه الإشكالات تقول هذا الحق الذي تطالب به لا يمكن أن يكون خالصا لك إنه مشوب بحق غيرك فيشغلون هؤلاء الناس بتنازعاتهم يشغلون المحاكم والقضاء ويثيرون الشحناء والبغضاء في النفوس لأن كل واحد منهم يتشبث بكل قيراط من حقه وبكل ذرة منه ولا يرغب أو لا يرضى أن يضحي بالذرة الصغيرة من ذرات الحق الذي له الذي يتوهم ويظن أنه له ويريد أن يستوفيه كاملا من الآخرين الله عز وجل وعدنا بهذا الوعيد الجميل وعدنا برضاه عنا ورحمته لنا الرحمة في الدنيا والرحمة في الآخرة هي المثوبة والأجر والثمان الذي يتقاضاه الرحماء المتسامحون فكونوا يا أيها الناس من المتسامحين لا أقول لا أقول تسامحوا بحقكم كله لا ما يفهم أحد مني أنني أدعو أحدا إلى أن يتنازل عن حقه كله للآخرين هذا محال هذا حتى نقول هذا حمق لأن المرأة إذا تنازل عن كل حقه يعني يكاد يعجز عن تدبير معاشه ومعاشي من يلوذ به ويعتمد عليه في نفقته من أهل بيته من أولاده وزوجته وأخوته وما إلى ذلك لا نقول لكل واحد من الناس احرص على أن تأخذ حقاك لكن لا تحرص على أن تأخذ كل أجزائه وذراته وكل يعني مكونات هذا الحق لأن بعض مكوناته تتداخل مع حقوق الآخرين أنت تقول هذا الجزء من المسألة حق لي والآخر يقول لا هذا الجزء حق لي أنا فهذا الجزء محل التنازع أقصد وليس الحق كله لا أقصد الحق كله قطعا هذا هو الجزء الذي ينبغي أن يكون محل التسامح بيننا أن يتسامح فيه بعضنا مع بعض الجزء غير الواضح غير البين من القضايا ومن الحقوق المتداخلة التي يعني قد يكون الحق فيها للطرفين معا وهذا شائع كثير جدا فالقاعدة الأولى نقول لا يطالب أحد بأن يتنازل عن حقه كله لا هذا مطلوب ولا يرضاه عقل ولا شرع وحتى يعني لا يؤجر عليه من يصنعه لأنه يعني يتنازل عن حقه وعن حقه غيره إذا كنت أنت موظفا فأنت ينبغي يعني أن تعول أسرتك فإذا تنازلت عن راتبك كله إذا يعني اختصمت مع رب العمل على بعض أجزاء هذا إذا قلت مثلا أنا داومت الشهر الماضي عشر ساعات إضافية رب العمل قال لا الموظف صاحب العمل قال أنت داومت تسع ساعات فقط هذه الساعة بين تسع ساعات وعشر ساعات محل خلاف يمكن أن يتنازل هو فيها أو أنت تنازل أنت هي هنا محل التسامح لكن ليس محل التسامح أو ليس محل التسامح الراتب كله ولا حتى الأجر الإضافي بأكمله محل التسامح هو الساعة الواحدة التي يكون التنازل عليها أرض بين اثنين أو يعني أرضان متجاورتان لا يختلف صاحباء الأرضين على الأرضين جميعا إنما على أمتار قليلة قد يقول هذا مثلا والله علامة الأرض هذه أزيحة مترين أو ثلاثة أمتار دخلت في أرضك أو خرجت من أرضي أمتار قليلة إذا كانت الأرض مثلا عدة دنمات أو دنم واحد مثلا ألف متر لن يضير صاحبها أن يتنازل أن يتسامح في خمسة أمتار هي محل الخلاف فهذا هو الذي نقصده بأن يكون التنازل والتسامح في الحق المختلف عليه أو في الحقوق المتداخلة وليس في الحق كله القاعدة الثانية أيضا وهي مهمة جدا أن لا يتنازل أحد عن حق غيره يمكن أن يتنازل عن حقه لكن ليس عن حقوق الآخرين يعني مثال أنا أضرب مثالا يكون الواحد منا واقفا في الصف هذه الصفوف الطويلة الطوابير التي يعني تنتظر ينتظر الواحد فيها دوره إما في السوق ليدفع أجر ثمن مشتراء أو في المصرف ليصل إلى أو في يعني هذه الصفوف والطوابير المعروفة يأتي واحد يقول هل تسمح لي أدخل أمامك يقول تفضل يعني كيف تفضل أنا عندما أقول تفضل لا أتنازل عن حقي بأن يسبقني أتنازل عن حقي عشرات أو يعني عدد من الناس ورائي الذي ورائي والذي وراء ورائي ووراءه وراءه ووراءه ووراءه كذلك هؤلاء من حقهم أن يسألوا وأن يسمحوا فأذن لا يجوز لي أنا وحدي أن أفتي في حقي غيري أو أن أتنازل وأتسامح في حق أنا أصلا لا أملكه فهذه القواعد الضابطة قواعد بسيطة قليلة محدودة جدا نستطيع أن نستوعبها وأن نأخذ بها ولا تمنعنا ولا تصرفنا عن أن نكون في المتسامحين الذين يرحمهم الله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى